وإلى غزة حيث أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيان أكد فيه أن الاحتلال الإسرائيلي الغاسم يرتكب جريمة منظمة ضد مجمع الشفاء الطبية وينشر معلومات كذبة وقال المكتب في البيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني على قضاع غزة وضد المستشفيات على أوجه الخصوص وفي هذه الأثناء يواصل ارتكاب جريمة منظمة تم التخطيط لها بشكل مسبق ضد مجمع الشفاء الطبية الذي يضم ميات الجرحى والنازحين والطواقم الطبية أمام مرأة العالمة وأضاف أن الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي وينشر العديد من الطائرات المسيرة في أجوال مجمع واهة الطائرات تطلق النار بشكل مكثب داخل ساحة المستشفى على كل من يتحرك بداخله الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المتواجدين بداخله ترجمة نانسي قنقر